السلام عليكم معنا اليوم أفضل محاكي لهذه السنة يا أصدقاء يجمع بين ألعاب رائعة ألعاب لا تنسى أبدا ألعاب فيها الرائع فيها الكلاسيكي فيها كل الأشياء بدون أنترنت ولجميع الأجهزة فلا تنسى الصلاة على حبيبنا رسول الله ويا الله بيدا لنستكشف لكم أفضل محاكي لسنة 2024 فكما تشاهدون معنا أحبيب لا سنشرح لكم الآن محاكي النسخة الحمراء وأيضا بآخر تحديد سنقوم بشرحة لكم وتجربة لكم أفضل خمسة ألعاب على هذا المحاكي يعني المقطع بعصفورين بحجر هنا نضغط على نيكست نضغط على نيكست هنا يا أصدقاء نضغط على نيكست هنا تقوم باختيار ملفات هذا الملف الذي يكون بحجم 4 ميجا أنا وضعت كل الملفات فكما تشاهدون سميته Games PlayStation 2 فيه ملفات الألعاب وملفات وهذا الملف ها هو يا أصدقاء سنقوم باختياره نضغط عليه على هذا الشكل على نيكست هنا نختار نفس المجلد وضعت فيه حتى الألعاب سنجرب معكم أفضل وأقوى الألعاب على هذا المحاكي على الإطلاق يا أصدقاء لعبة بلاك لعبة جراند سان أندرياس لعبة هيتمان بلود موني لعبة ناروت طونينجا الجزء الخامس لعبة ريزدنت ايفول 4 يعني كل هذه التجربة لكل هذه الألعاب فكما ستشاهدون سنبدأ بأول لعبة معكم وشاهدوا معنا إلى الأزرار الخاصة بالمحاكي هل تشاهدون معنا يا أصدقاء يعني أزرار احترافية وأزرار رهيبة جدا وتجربة عملاقة فكما تشاهدون معنا لعبة بلاك هي نختار على 60 جيجا هيرتز يعني 60 FPS هي من شركة EA شاهدوا معنا نضغط على Start هنا يمكنك تغيير هذا الزر إما أن تختاروا على هذا الشكل أو على هذا الشكل شاهدوا معنا لعبة بلاك يا أصدقاء أصدقاء سنريكم شيء أين هي الإعدادات Graphics سنقوم باختيار الشاشة بشكل كامل Pixel Hardware هنا سنختار Full Screen كما شاهدتم معنا يا أصدقاء اختارنا الآن الشاشة بشكل كامل لعبة بلاك هذه اللعبة كانت من بين أفضل الألعاب على البلاي سيشن 2 وأقوى الألعاب على البلاي سيشن 2 فكما ستشاهدون هنا Games Production نعم فكما تشاهدون معنا يا أصدقاء ها هي دخلت اللعبة فصراحة هناك انتظار كثير جدا في اللعبة حتى يعني تشتغل يعني لأنها هي فيها لأن اللعبة على ما أعتقد مبنية على قسمة لهذا السبب كانت الأفضل فنريد Gameplay هنا نختار Select Star Mission نختار Confirm يعني Easy Normal وسنقوم الآن باستعراض لكم بعض من Gameplay شاهدوا معنا يا سلام كما قلت لكم اللعبة فيها قصة هذا وما جعلها ممتازة حين ذاك لأن كانت فيها قصة وكانت فيها الكثير من الأشياء الرائعة لهذا السبب فانظروا معنا كانت اللعبة رهيبة جدا ويعني كانت اللعبة رائعة فعلى العموم سنخرج نحن لا نريد ذلك العموم شاهدناها الآن سنجرب معا لعبة جراند سان أندرياس على جهازك الأندرويد بدون مشاكل تجربة رهيبة لجميع الهواتف الجرافيكس الأصلي كل الأشياء كما هي من روكستار جيمز على محاكي يشتغل على جميع الأجهزة ها هي جراند سان أندرياس يا سلام على هذا الشيء العملاق والأسطوري نعم ها هي معنا اوه أيامات البلاي سيشن 2 من كان يظن على أن تلك الأيام سيعني لعبة جراند سان أندرياس في يوما ما سنملها وسنلعب غيرها صراحة في أيام طفل ساعات واللعبة لا تمل أبدا على العموم سنجربه معا ها هي يا أصدقاء يا سلام هيا نضغط على تخطي هذا المستوى الأول الكل يعرف واللعبة يمكنك تختمها والكثير والكثير من الأشياء فكما ستشاهدونها معنا ها نحن سيظهر معنا الآن ها نحن يا أصدقاء الغرافيكس الخاص باللعبة هل يمكننا زيادة الغرافيكس من الإعدادات game gallery display على العموم نتركها كما هي نتركها كما هي يا أصدقاء انظروا معنا اللعبة الأصلية تماما هيا نقوم بنقص الصوت وماذا فعلنا انظروا معنا يا أصدقاء صراحة عندما كنت ألعب في اللعبة كنت أتي إلى هنا وأدخل إلى هذا القطار وأذهب وأذهب فكما ستشاهدون حتى آخرة فنحن الآن هيا نقوم بالرجوع نعم نقوم بنقص الصوت لأنه اللعبة تحتوي على موسيقى انظروا معنا يا سلام والسلاسة التي تشتغل بها اللعبة رائبة جدا يا أصدقاء مع أزرار التحكم يعني كل شيء سلس ليس هناك أي شيء صعب أو معقد في المحاكي كل شيء يمكنك تشغيله بشكل سلس وأفضل يا أصدقاء فكما ستشاهدون معا هيا يبتعد أنت على العموم نذهب إلى مكان الخاص بالدراجة النارية أقوى دراجة نارية على لعبة جراند سان أندرياس انظروا معنا يا سلام واللعبة بالمهمات بكل الأشياء يمكنك أن تذهب إلى مهمات سيجي لتبدأ بالمهمات وتستمتع أكثر وأكثر باللعبة فكما ستشاهدون معا هيا يا أصدقاء فكما تلاحظون نحن سنجد الدراجة هيا على هذا الشكل بوم ها هي يا أصدقاء الدراجة الخاصة بنا نعم على هذا الشكل سريعة سريعة جدا هذه الدراجة يا أصدقاء انظروا معنا يا أصدقاء وتبدأ بالإستمتاع الرهيب جدا بهذه النسخة الرائعة فكما ستشاهدون معنا انظروا معنا من يتذكر هذا الشيء فعلى العموم يا أصدقاء فنتمنى عفوا ها هي اللعبة الثانية الخاصة بنا جراند سان أندرياس هيا سنقوم بالرجوع وسنجرب معكم اللعبة الثالثة هي لعبة هيتمان أيضا بلاود موني فكما تشاهدون معنا هنا نختار اللعبة على 60 جيجا هيرتز يعني 60 FPS اللعبة الأصلية أيضا نختاره على هذا الشكل الأصلية أيضا الذي تم إطلاقها قبل يعني قبل سنة تم إطلاقها على هواتف الأندرويد بشكل رسمي يعني هذه اللعبة المتواجدة على هواتف الأندرويد بدون محاكي فهناك من لا يكون قادر على تشغيل اللعبة الأصلية مثلا كجراند سان أندرياس على هواتف هواوي لهذا السبب يمكنك تشغيلها عبر فكما ستشاهدون معنا هذه اللعبة نضغط هنا على Start نستعرضه لكم الآن فاللعبة الأصلية فكما تشاهدون معنا هاي اللعبة نفسها التي يمكنك تجربتها وهذه النسخة الخاصة بالبلاي سيشن 2 فكما ستشاهدون معنا يا سلام شيء رائع جدا وأسطوري نضغط على Next على هذا الشكل ها هي اللعبة يا أصدقاء بالغرافيكس الأسطوري الخاص بها الذي يمكنك تجربتها فيه فكما ستشاهدون معنا نعم هنا مثلا تقوم مثلا بعمل تلك الأشياء نعم كيف يمكننا القفز على هذا الشكل ها نحن يا أصدقاء فكما تشاهدون ويمكنك تجربة اللعبة وعمل الكثير والكثير من الأشياء الرائعة فكما تلاحظون معنا مثلا تأتي إلى هذا المكان وتبدأ هنا القصة الخاصة بك والكثير والكثير من الأشياء فكما ستشاهدون معنا فعلى العموم يا أصدقاء هذه اللعبة الثالثة الخاصة بنا وهيا سنستعرض لكم هناك أيضا حتى لعبة ناروتو سنجربها معا ننظر إلى هذه الجزء الخامس هو ليس هي فقط الجزء الخامس من ها هي Ultimate Ninja 5 من PlayStation 2 ليس الجزء الخامس من يعني النسخة التي نستعرضهم من قبل وبالنفس الشركة بالطبع صراحة هذه الشركة الخاصة بناروتو ودراغون بول فمن أفضل الشركات لا من ناحية فكرة الألعاب لا من ناحية كل الأشياء الممتازة جدا في ألعابها فكما ستشاهدون نضغط على Start على Start شاهدوا معنا يا سلام ناروتو يا ناروتو سنقوم بتجربتها لكم الآن انظروا معنا رغم أن اللعبة نضغط على New Game رغم أن اللعبة لل PlayStation 2 إلى أنها رهيبة جدا وستكون عملاقة وممتعة بالطبع سننتظر حتى يكتمل ذلك حتى الفري باطل شاهدوا معنا الشخصية كيف تظهر نعم الآن نقوم باختيار ناروتو على هذا الشكل نقوم لا 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 نقوم لا نقوم باختيار شخصية أخرى غير ناروتو نعم والآن نقوم بالدكتونة وسنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي نفس الفكرة صراحة حتى هذه الأجزاء الجديدة يعني أيضا هذه فيها في باطل وفيها مود عادي يعني يمكنك أن تلعب سينجل بلاي سنشاهد الجيم بلاي الخاص به أوه ها هو رهيبة صراحة وماذا فعلنا وكيف نقوم بالقتال على هذا الشكل فعلى العموم يا أصدقاء هذه اللعبة الثالث الرابعة الخاصة بنا ومعنا آخر لعبة بالطبع سيعرفها الجميع والجميع لعبة ريزدنت إيفول فكما ستشاهدون سنختار على إنجلش أيضا نحن نجري معكم نختار ستين جيجا هيرتز يعني ستين اف بأس نضغط على ياس صراحة هذا المقطع عملته سيكون طويل ولكن للتأكد على أن المحاك رهيب وشغال ومع هذا التحديد يشتغل بسلاسة وبسلاسة حبيب لا فكما ستشاهدون معنا شاهدوا معنا هاي ريزدنت إيفول أربعة يمكنك تجربتها والاستمتاع بها نضغط على ستارت على نورمال بالطبع وهنا تبدأ القصة الخاصة بها يعني سننتظر هاي يا أصدقاء فكما ستشاهدون معنا نضغط على نتخط ذلك من أجل أن نستعرض لكم بعض من الجيم بلاي ونقوم بإنهاء لكم المقطع لأن المقطع صراحة هنا على هذا الشكل هنا يمكنك الجري فهاي شغال أيضا معنا بدون مشاكل فكما ستشاهدون معنا فيا أصدقاء هذا والمقطع الخاص بنا نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم فدمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته